شاركت وزارة التنمية مع قيادات محافظة جنوب سيناء في الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعودة طابة للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي للمحافظة وأشار شعراوي إلى أن دولة المصرية مستمرة في عملية البناء والتعمير في شبه جزيرة سيناء وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطعات الحيوية والمرافق الخدمية بمناطق محافظة جنوب سيناء لخدمة جميع أهالي سيناء وأضاف وزير التنمية المحلية أن استثمارات الدولة في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 تجاوزت أكثر من 650 مليار جنيها وهو ما يشير بوضوح إلى الإرادة السياسية القوية ورؤية الدولة الشاملة في تعمير سيناء وتحسين حياة مواطنيها وتخويلها إلى منطقة جذب واعدة يمكنها أن تستوعب أعدادا متزيدة من المصريين